كما أكد مدبولي أن الدولة تشجع إنشاء الجامعات التكنولوجية مشيرا إلى أن الجامعات التكنولوجية تسهم في انطلاق قطاع الصناعة الحقيقة يعني كل التجارب اللي تمت أكدت لنا أن احنا راهنا على النموذج الشراكة الناجح لأن الحمد لله النهاردة كل المدارس الفنية اللي بيتم النهاردة يعني تشغيلها وإدارتها بقطاع خاص يعني النهاردة بقت نموذج نجاح ونقطة مضيئة جدا داخل الدولة المصرية الأهم نتيجة لأن القطاع الخاص اللي بيودرها هو قطاع صناعي فبالتالي هو بيؤهل العمالة اللي بيحتاجها قطاع الصناعة المتخصص وبالتالي الولاد بيخرجوا من المدارس دي على طول على فرص العمل نظرا لطبيعة المجتمع المصري ودائما بيبقى هناك رغبة في إكمال التعليم ما بعد مستوى المدارس كانت فكرة إنشاء الجامعة التكنولوجية وبالتالي يمكن إحنا كدولة شجعنا هذا النموذج والنهاردة الحمد لله إحنا بنشهد واحدة من النماذج اللي نأمل إن شاء الله إنها تكون نموذج نجاح كبير وهو موضوع الجامعة اللي إحنا موجودين فيها النهاردة المستهدف من هذه الجامعة إن إحنا تصل إلى أكثر من 15 ألف طالب وده طبعا رقم يعني نقدر نقول عليه يعني طبعا جيد جدا ولكن طبعا في خضم العدد الكبير لمصر بيبقى ما زال إن إحنا محتاجين عشرات الجامعات من هذا النموذج إن شاء الله يبقى موجود